السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك وشباب اه معنا النهاردة مع محاضرة حل اه امتحانات اه او امتحان اه تبقى لليه البلان بتاعتنا في المحاضرة التاسعة طبعا لو احنا بصينا على البلان بتاعت كورس السي سي ان بي اه راوتينج ان سويتشينج هنبص كده على البلان بتاعتنا عشان برضو نشوف ايه احنا وصلين لحد فين احنا يعتبر الحمد لله بفضل الله شبحانه وتعالى خلصنا الكورس يعتبر ومحتويات كورس السي الان بي راوت اه طبعا احنا ايه في المحاضرة التاسعة اللي هي بانوان اه هنمسك بقى نفسص اجزاء الاساسين بي راوت بالاسئلة بتاعتها طبعا احنا لحد الوقت ياخدين سوية وعشرين لاب فطبعا بقى ايه بالمنطق ده بالاسلوب ده بفضل الله شبحانه وتعالى احنا لابات الان بي راوت بالنسبة لكو هتكون اه اه مش هتكون اه فيها ادنى مشكلة اه اه انا قسمت الحل الامتحان انا قسمته الى اه كزا قوز يعنا ا spend to the sections Section 1 Access List to PPP Protocols, Section 2 LCF Fast Switching, Frame Relay, DCPUDB, GRE, Dynamic Multi-Point VPN, EVN, VRF, IPv6, PGP, EIGRP, OSPF, Distribute List, Net, UPR, IPSLA, IP Services, SNMP, NetFlow, NTP ومحاضرة الأخيرة أو الجزئية الأخيرة هتكون هنحل أجزاء أو هنحل اللابات اللي بتيجي فيه متحان SISNP طبعاً دي بالنسبة لكم بقى إحنا واخدين لحد دلوقتي إيه؟ نحن واخدين لحد دلوقتي 27 لاب أوكي؟ يعني 27 لاب واخدينه في الراوت الفضل اللي سبحانه وتعالى هالناس بفضل الله اللي طلبة وصلت أهو لمستوى عالي في الأداء فبقى بالنسبة لكم اللابات دي هتكون أو الامتحان ده هيكون ولا شيء تمام؟ نحن بكلب بالنسبة لابات أما بالنسبة لابا الأجزاء النظري والأسلاء المالتوبالشوز دي يعني هنقول بقدر الإمكان آآ نفصصها ونبصصها كده آآ بالمناسبة احنا هنسجل فيديو ده على كم جزء بها احنا كده هنسجله على تسع أجزاء آآ يعني انت هينزل لكم تسع أجزاء آآ فيديوهات آآ فيه عم بحيس ان انا ايه أقل المدة كده في كل آآ فيديو آآ اول حاجة فيه نوعين منها فيه الستاندرد أوكي فيه الستاندرد وفيه الاكستاندرد أوكي طيب ده كلام جميل الستاندرد لو انا منعت شيء انا منعت شيء أوكي منعت اي بي طيب ده كلام جميل انا بحط فقط بحط فقط السورس اي بي اللي انا همنعه أو ممكن احطه اه ممكن يعتبر الاي بي ده هو السورس هو السورس الآن ناشى ناشى انا همنعه تمام كده طيب ده كلام جميل اه الاستاندرد اه مش فلكسبل زي الاكسستاندر الاكسستاندرد بيفهم اي بي بتحدد له بتحدد له السورس اي بي داستانيشن اي بي بتحدد له سورس بورت البورت يستاناشن يسطح لمنعك على مستوى البورت تمام كده ده الفاتح준 بين الاكستاندرد وتالاي whoeverasta ممكن بعد كل سطر اكسستار شا engineers في كلمة لوج اه ايه اللوج دي? اللوج دي بمنطقة البساطة يعني كان بقول للراوتر يا روتر لو انت جات لك بتحقق هذا السطر من ابعت لي اه طلع لي رسالة تمام? طلع لي عندي فيه ايه? طب ده كلام جميل جدا. ده بالنسبة ليه ونبدأ بقى نتعرف على ايه? الاكسس لست خلي بالكو. الاكسس لست في اخر سطرة فيه حاجة اسمها ايه? الاكس بلسيت الاكس بلسيت دي ناي يعني دي ناي اول تمام? فانت لو بتعمل عايز تمنع جهاز او اتنيني اطلعوا تكتب الدي ناي على الجهاز الاولاني بعد كده تكتب دي ناي على الجهاز التاني واياك تنسى ان انت تكتب بيرميت اني بيرميت اني ليه? لان الجهاز الرابع والخامس ملهمش زنب بمش هتاخدهم بزنب الجهاز الاولاني والتاني لان انت لو عملت دي ناي وان و دي ناي تو وحددت الاي بي هات بتاعة البي سي وان وبي سي تو ومعركتات مش البرميت اي دي فكده كل الاجهزة اللي في النيتوك هتتماني انها هتطلع على الانترنت بواسطة اللي اكس بليسد ديناي فالبرميت اه اني اللي انت بتكتبها دي بتمنع نزول اه نزول تنفيذ الروتر الى الاكس بليسد ديناي بتعمل عازل تريش هولد طيب ده كلام جميل جدا اه 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 اولا ال PPP ال Point to Point Protocol بيتمد على اه في الاثنتيكيشن على اه اه بايسيكلي تلات اه اه او تقنيتين بيتمد على ال tchab ال tchab وبيعتمد على الباب الباب انا شرحت في الفيديو الباب اه ممكن تعمل عليه انكريبشن ممكن تعمل عليه انكريبشن ولكن باي دفولت اه اه انت عندك راوتر بيبعث الراوتر او الادسل او الادسل client بيبعث الادسل server او الاثنتيكاتور بيبعث له user name password فيما عدا لو انت دخلت بعض الانكريبشن على الباب بس باي دفولت الباب انكريبشن تاكست الشاب ده انكريبتد باب ازاي منطقة البساطة الشات ده بيعتمد على الـ ايه اللي بيحصل بها لانا دولوقتي عند القليلة الراوتر ده client وهيكميونيكات انا دولوقتي عايز اخش ادسل بكلمت قدمة العملة اقول لي بص اقوم دخل user name password لو انا شغل شاب فاول حاجة الكلينت بيبتح connection مع السيربر تمام بيبتح connection مع السيربر السيربر اليوم بعت له message اوكي message clear ما فيش ادنى مشكلة لو واحد في النص كده ايه اا افش المسج دي وعمل لها intercept ما فيش ادنى مشكلة لو حد ايه شاف المسج اا المسج دي ما فيش مشكلة السيربر ربعتها الكلينت الكلينت بيعمل ايه بقى طالما انت مدخل يوزر نيمو الباسورد الكلينت بيستخدم المسج دايجست 5 بانه يمسك اللي هو الامدي 5 بانه يمسك الرسالة اللي بعتها له السيربر اوكي الرسالة اللي بعتها له اا طبعا الرسالة دي بتسمى challenging text الكلينت بيمتك الرسالة دي ويدخلها في الاجورم بلاس الباسورد بلاس الايه الباسورد بيدخلها في الاجورم بماها الباسورد ويقوم بطلع هاش مسلا الهاش ده طلع قيمته زير واحد زيرو اوكي يقوم بعد قيمة الهاش دي الى السيربر اوكي ومما ان السيرفر هو اللي مدي الوزر نيمو الباسورد دي الكلينت يعني عنده نفس الوزر نيمو الباسورد فيقوم ادخل برضو نفس الماسج اللي هو ابعتها زائد نفس الباسورد المفترض يطلع ايه؟ المفترض يطلع نفس الいه اول ما يحصل الكلام ده كله يبقى كده هو بعث له المسج هو بعث له الهاشنج يوم السيرفر ايه يعمل ايه السيرفر يوم اكد خلاص على الكلينت ان انت انت معايا اه انت اوثنتيكايتد دي بتعتبر طريقة الـ اه اوثنتيكايتشن هاندشيك فيه اه اه الطيب تمام اه اه الفي بي دي ان ايه فايدية الـ vbdn ماجعمل الـ او ايه ام اكدت تتيبي تو Ide ك ؟ ايه ايه ماجعمل 快 او الـ أ encountered على اه اه ا اه اه سابر اوكي عايزة اطلع بقى ادي اس ل عايزة عشان اكاريت بقى خلي بالكم ده مسلا زيلا ستلاش زيرو اقوم عامل vbdn انابل. وبعدين اقوم كاتب اه 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 اودي لها اسم هسميها مسلاenesكو وبعدين احدد لها الوزنة اعلقب اه و وعمله لكال pill local stdoc li Bruce الراوتر يخزن يوزنين باباستورد عنده في الاموري وبعدين وبعدين اقوم يدخل السيريالISTROM مع الVBDN فبالتالي اقدر يقدر система mist عن طريق السيريال دي وهو عمل بروفايل بوسطة الVBDN. عملنا بروفايل على السيريالي وスト gesehen. ولزقناها بالسيريالي وストシルク اعملها عملنا بروفايل بالVBDN ولزقناها في السيريالي يو سي dynamic.tat垃圾 بقدر بقضى البساطة اكده عمل الكوم layout مع التهيب PE SERVER ابوكي نعمل الكلام ده بواسطة الديالر الديالر تم مرة التانية كده الديالر انترفيس انا في اللاب شرحت لك او في المحاضرة التامنة شرحت لك نظريا عملية الفي بي دي ان كتبت لك الاوامر بتاعته كده ويه الديالر بقى وبعدين في اللاب انا وردتك ازاي نعمل نفس القصة دي بس بطريقة الديالر طيب ده كلام جميل جدا في الديالر بالمناسبة اما جاكتب بقى لايه والقصة دي كلها اه فيه عمر اسمه الديال الديال بريزيستنس ده بيستخدم بي ايه بيستخدم فيه انه يعمل اه اه يعني افرد انت مسلا تطلع عندك مسلا كل الاجهزة اللي في اللان عندك اتز اوفلاين اه الاجهزة دي اوفلاين فانت بتاني فيش ترافك عندك هتطلع على الانترفيس المتوصل بالتروب بي او اي اه المفترض بايلفولت يقوم الانترفيس بيتنقل حالة ايدل يتنقل حالة ايدل يعني زي كده في اللابتوب لكن انا ما دخل اه ده في حالة انهم بيمرش فيه لفترة زمنية معينة ولكن لو انا حطيت اه بالتالي ال ايدل دي مش هتكون موجودة انا اعتبر كده لغيت هذي الوضعية يفضل في حالة طيب ده كلام جميل جدا دي شوية ملخوضات بقى في الايه اه نبدأ بقى ايه اه دلوقتي الاكسس ليست اولت جزء عندي الاكسس ليست احنا يعتبر وهو شرحناه نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اه نفتح بقى الايه الاسئلة اه اه بيقولك اه which type of handshake does CHAP authentication used to establish a triple P link احنا قلنا ال CHAP بيعمل pre-way authentication اه نروح على السؤال اللي بعده which statement is true about triple P session phase of triple P OE اول حاجة بيقولك ايه اه ال triple P options are negotiated and authentication is not a performance once the link is complete لا اي حاجة لا بيقولك triple P options are negotiated and authentication is not performed اه once the link setup is complete triple P OE functions as layer pre-encapsulation لا ال triple P OE functions as layer 2 احنا اذا layer 2 فحنا كده بنتحرك ما بين الاختيار C و P C و D هنا بيقولك triple P options are automatically enabled and authorization is performed once the link is set up اه لا برضو اه هنا authentication negotiated and اه authentication is performed لان هما بيحصل authentication على triple P authorization و ال triple P OE اه اه بيعمل او بيwork على layer 2 encapsulation اه عشان طبعا ينقل بقى الهيدرز اه او ينقل ال ال triple P اه او ينقل ال data بواسطة ال triple P OE headers فاحنا هنختار الاختيار دي انخش في السؤال اللي بعده a network engineer has been asking to ensure that the triple P OE connection is established and authenticated using encrypted password which technology in combination بيقول لك بقى انا عايز دلوقتي اعمل authentication ده الماكسمم الاقصى عدد او اقصى size للباكت انت هتتنقل فيه اللينك interface dialer 1 IP address negotiated dollar pool 5 MTU 1492 بيقول لك ايه بقى الاجابة الصحة من دول what's true the configuration is correct because MTU must match as triple P لا مش must match لان يا جماعة ده الماكسمم ال MTU اللي انا بعملها دي 1492 ده الماكسمم اوكي فانا حددت هنا ماكسمم وفوق هنا ماكسمم ما يعملوش mismatch انا شايف من الواضح بالمناسبة حتى الناس اللي اشتغلت اللاب رقم كام رقم كام يا جماعة اللي هو رقم 25 اللاب رقم 25 انا اشتغلت على ال dialer مش ال VPDN اوكي فتقريبا من الوقت من اللي انا واضح قدامي المفترض ال configuration صحيحة ماشي بس انقوم هنشوف كده the configuration is incorrect because the dialer interface number must be the same as the dialer pool number ال dialer interface لا مش لازم يعني ممكن اعمل interface dialer one اوكي واعمل dialer pool ستة اوكي مش لازم يكون طالما هنا interface dialer one dialer pool لا اعمله one لا ده مش شرط configuration is missing an IP address on the dialer interface لا مش missing لان هو بيوازي ال IP address DHCP اوكي يظهر قدامي حالات برد لانا اجي اعمل IP DHCP IP address DHCP تحت ال dialer عشان ياخد DHCP public IP ما ياخدش اه اضطر انقله عن ال negotiation ال negotiation دي يعني هياخد DHCP IP من ال triple P O E طب هتقول لي باشوهندس ما انت عملتو في اللاب رقم اخمس عشرين عملت وDHSP اوكي اه يعني ما تعملش مشكلة لكن هي لو عملت مشكلة تمام انا ساعتها بعمل IP address negotiated anyway ال 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 هو دلوقتي لا في IP يعني انا دلوقتي هو دلوقتي هياخد IP فانا انا missing an IP address لدي مش قصة الآن احياء عده احياء اوكي اه و试 الم patiently نتلقى اك complementary دي كلمنا فيها جماعة الديالر persistent ده الديالر persistent اللي بيحافظ على الديالر interface يبدأ up و active تمام ده الديالر persistent اوكي الـPPoE is composed of two phases الـ two phases بتاعة الـPPoE اللي خلناها في المحضر رقم A8 اللي هي ايه جماعة اللي هي الـ Active Discovery و الـ Session الـAccept Discovery Phase و الـ Session Phase اللي هو D which statement is a restriction for PPPoE configuration Multiple PPPoE clients can use the same dialer interface ماشي نشوف Multiple PPPoE clients can use the same dialer pool PPPoE session can be initiated only by the client الاجابة السي هي صح الـPPoE session can be initiated only by the client الـPPoE session هو الـ Client اللي بيبدأوا اللي هي الـ PADO والـ PADI اللي هي الـPPoE Active Discovery Initiation و الـ PADI اللي هي الـ PPPoE Active Discovery Offer اللي بيجي من الـ PPPoE Server الـ PPPoE authentication method sends authentication information clear text الـ PPPoE authentication اللي بيبعث الـ authentication information clear text الـ PAP اهو ده ما احنا قولنا تمام اه 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 هنا بعد قصة بقى بيقولك ايه what does the following access list which is applying on the external interface بسيثانية زيوش لا زيرو لا وانس لا زيرو of the parameter router الـ parameter parameter router parameter دي بالعربي معناها الخارجي يعني زي الـ ABR كده اوكي يعني ده راوتر خارجي اوكي ده اللي محطوط عند الـ Edge بيقولك السطر اده بيعمل ايه بقى الـ Accomplishment تعته بيقولك exodus one hundred one deny 10 zero 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 2255 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 انا بمنطقى البساطة عشان اجيب السبنة مسك ده. فانا هطلع ممكن كده الايه الكالكولاتور. اوكي. طبعا ما تعملش بقى الكالكولاتور دي ما فيش كالكولاتور في الاكزام. بس ايه عشان نسرع العملية شوية ان انا ماتين خمسة وخمسين اا ناقص خمستاشر. اوكي. تديني ماتين واربعين. يعني ده ماتين خمسة وخمسين. اا لا 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 اه 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 تصح كده ماتين خمسة زيرو زيرو ماتين واربعين دي عبارة عن ايه بقى تمانية? اوكي انا عندي كده تمانية في اول اكتت في الصبنة يعني 128 وعشرين ميتين وعشرين وهنضيف عليهم 122 كمان 124 اوكي ونضيف عليها 16 الـ 242 اما انضيف عليها الـ 16 تديني 1240 اربعة وحيد في الاكتة التاني في السابنت يعني على الـ 8 اوكي فانا كده عملت deny 172.16.00.0.12 يعني اللي هتعمله deny من 172.16.00 الى 171.155. من 255 بيتين اوكي؟ راجعوا الفيديوهات الفيديوهات اللي انا عملها على الـ انترفيس بعدين طبق الـ يعني هو كده يعني الـ تتطبق للـ اللي دخلة فون سلاش زيرو اللي هي الى كستران يعني هو من الاخر كده عايز يمنع الايه هو عايزة عايز يمنع الفرايفت اي بيز да جماعة لان ده اا التلاتة بلوك بتاها البررايفت اي بي certified تمام كده؟ اااا تاني لان هو قالك انا عايزة امنع ايه قالك انا عايزة امنع اا اااا اعشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت زيرو سلاش تمانية. ومية اتنين وتسعين دوت مية تمانية وستين دوت زيرو دوت زيرو سلاش ستاشر. ومية اتنين وسبعين ستاشر زيرو زيرو سلاش واه سلاش اتناشر. اوكي? ده التلاتة دول يا جماعة دول دول بتوها صح واللأ. وبعدين قال لك الروتر ده ما حطوطه عند الـ وبعدين قال لك انا هحطه هطبقه على الـ الخارجي اللي هو وقال لك يعني اللي دخله من برة. يعني هو كده عايز يمنع الـ private ips انه يتجلوا من برة. صح او لا? هوا كده عايز يمنع private ips. اوكي? اه هنا بيقولك هنا فبصوا في الاختيار دي it prevents private internal addresses to be accessed directly from outside او ولا it filters incoming traffic uh incoming traffic from private addresses in order to proofing spoofing and logs uh any intrusion uh attempts prevents uh prevents private internal addresses. او الاختيار صي هو الصح مش دي. لان دي بيقولك لو هو عايز يمنع internal private addresses to be accessed directly from outside يعني كانه بيقولك ايه انا عايز امنع الاجهزة اللي الواخدة private ips جوه الـ network بتاع يعني الـ router عايز يمنع الاجهزة اه ااااااااااااااااااااااااااااااااا الاجهزة اللي ايه في الـ network الداخلية بتاعته الواخدة private عايز يمنع الدخول عليها من برة. لااااااااااا. الاجابة دي غلط. الاجابة دي غلط. ليه? لان هو فصلا لو انت ركزت في السطر الـ access list 10-00-0-0-0 دي وقعه في خلقة السورس. وبما ان الاتجاهين يعني انا كان بقوله الراوتر امنع الباكت اللي جاية من عشرة ديرو 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 اوكي? اه واللوج دي يعني سجل الايه? سجل اللي هي زي ما اقال كده ان انا يبعت لرسالة على كل بقى ايه باكت بالتم بالطبق اه هذه الاكسس ديست. اه طبعا اه لو ملاحظين لو ملاحظين شالم البرميت اني اني محطش لوج ديه. لان انت اتخيل برميت اي بي اني اني وحطت معها معها لوج الروتر هيفرقع. الروتر هي ال سي بيو بتاعته هتعلى بتاعها هيعلى جدا. ليه? لان انا كل الباكتس عندي اه يعني الباكتس الباقية. تمام اه اي باكت رايحة بقى خارجة دخلة الكلام ده كله اه هيبعت عليها رسالة. اوكي? فطبعا احنا بنشيل اللوج دي من برميت اني اني دي. برميت اي بي اني اني. اوكي? طيب. اه راوت ماب يوزز اناكسس list if required matching is based on which criteria? اوه انا ممكن الزق الاكسسست بالروت ماب بس الروت ماب بيستعمل الاكسسست في ايه في الماتشنج. زي ما قلنا الروت ماب بيعمل ماتشن وبيعمل الوبرائشن. تمام? الماتشن اللي هي بسطر الماتش و الوبرائشن بسطر الشت. اوكي? باده الادرسing information. اه اوه اه اوه اوه بمنطقة بساطة. اوه عندو اي بي ا او اخدو سيرفر مسلا او اقدو اي جهاز جوه في الان. وعايز يمنع اه الراجل ده ان هو يطلع الاتشي تي تي بي لان هو قلك انا عايز اعمل السطر اللي هي بربية اللي جاية من ده فيما عدا فقط يعني هعمل على الطيب طيب ده كلام جميل انا كده هتطر استخدم ايه? excluded طب excluded عشان هعمله بقى هنا ممكن اعمل ايه بقى access list مثلا 101 اي حاجة فوق المية 100 فيما فوق ده 101 وهعمل deny deny مثلا عشرة ممكن لا بصوا بقى احنا نمسح بصوا بقى انا هوريكو يعني ايه ازاي هنا هنكتب اه ايه ده اه تمام عشان بس ما جيتش على layer اللي فوق بس دي ما الحوق اه shift f5 color تمام ونكتب فوق كده في transparent layer شوية graphic بقى مع network مش graphic قوي يعني anyway انا دلوقتي عندي جهاز computer متوصل بالrouter وعايز امنا على الراجل ده ان هو يطلع على اي http اي packet http واي حاجة تسمح بيها فانا هعمل access list مثلا 101 101 deny host انا همنع ip واحد بس host اوكي 10.10.10.1 اوكي طب ده كلام جميل مش هتطر اكتب والد كاردو ماسك ان انا قلت ان الراجل ده host عن a that source انا انا اقول انا مسلا طبقه هنا عفصة 2-0-0-0 فهتبقى ال packet an الاتجاه an تمام عن a همنع ده عن a any ان هو يروح لأي ip على board eq 80 ولو عايز اسجل اعمل log يعني اي packet تطبق هذه هذا السطر تعمل ايه الرطور يطلع على الرسالة كده خلي بالك خلي بالك يا باشواند سحمد ده انا عندي كده في باكة طبقة هذه او اتطبقت عليها هذا السطر تمام وبعدين هعمل ايه تحت باعمل access list 1001 ايه permit ايه يبراو عليكم permit ip any 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 ليه عشان explicit deny طيب فدي الا ده التطبيق اللي انا هعمله تعالنا شوف باكة الاختيارات هنا access list extended متين ماشي deny tcp اه طبعا اه طبعا اه 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 هنا deny tcp برضو لان البرت ده التمانين ده http tcp اعمل هنا deny tcp طيب تعالنا تشوف باها برضو هنا tcp host 10 001 equal equal 80 any لا ده غلط معنا السطر ده انا بقول الراوتر امنع الباكة اللي طلع من ip ده وطلع من port ده يعني ده صور port لا انا عايز امنع عن destination port على any destination ip طب د TSP اون deny tcp host 10 001 10 11 11 any equ 80 او ده الاختيار الصح ليه لاننا اه بالمناسبة برضو شباب يعني خلي بالكم اننا عامل ivex disk extended وبعدين اتش اتش فcs اللي بعد المية والل بعد ال العشرة ده كأن الدرس يعني كأن الاختيار ده عندك فيه تلات سطور تمام ده ان شاء الله ده هيتصلح لكم قبل آآ وانتم بتشوفوا الفيديو ده هيتصلح لكم يعني المفترض يحصل كالاتي يعني على اللي انا كتبته ده على فكرة الايه? انا كتبت السطر بس انا كتبته لو انا عايز اعملها فهعمل ودي لها رقم او اسم مسلا لها عشرة مسلا وبعدين هكتب الديناي وبعدين فتلات سطور عندي انت عندك مكتوب بسطرين مفترض ده خطأ في الواعدت آآ عندي في انا اعتذر عن بارك هو ده الاجابة الصح طب تعالوا نشوف اللي هي دي مفترض الاجابة الصح اللي انا فعلا هو اسم تاشر اتاشر 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 اعني اي كيو تامانين ده صح وبعدين برميت ايني ايني صح اوت حتى اه تحت اهي طب ده غلط ليه? لان هو عمل صح بس ما عملش ببيريميت اي بي بايه? بنختاره التالت. طline نشوف اللي تحت غلط ليه برضا ايب ايست استيند د immort. انتر وبعدين deny RS post. اشفين 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 اني اي كيو اؤاااااااااااااااااا. اه. سواني بقى.じゃない tusp. لا 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 ده الاجابة الصحة المفترض يا beginner. احتلمه اجابة صح. حقا. العشرة دي ما تمفعش. العشرة دي ما تمفعش. العشرة دي في الخياة في الرنج. اللي هو من واحد لتسعة وتسعين. ده في الرنج اللي هو بتاع الاazonتدار. فالاجابة بتاعي هي الايه. اللي هي اجابة دي. اللي هي صحي كده ده. اللي هي دي. تمام? العشرة دي استاندار. تمام? يعني ايه? لقيتت فيعلا امة صح ولكن الليتين صح ولكن ده ده عشرة ده غل Atlant. لكن انا عايز عام ببدأ من اول المية. آآ Refere to the following بيقول لك الراجل لاحظ ان الراوتر وصل ل تسعة تسعين في الباية يقول لك ايه سبب الكلام ده سبب الكلام ده ان الباشا راح حط ايه على برميد اي بي اني تخيلوا بقى كل باكت كل باكت هيوم طلع عليها برسالة تمام كده طب ده كلام جميل بيقول لك ايه اي باكت الراوتر هيفروضها من بورت البورت تمام كده الى الاجباسي هيفروضها من بورت الى بورت تمام كده اللي هو بيقول لك هو هيلزأ اللوج دي هتطبق على اي بروسس سويتشد تمام يعني اي باكت حتى الراوتر هيفروضها من بورت الى بورت تمام كده من بورت الى بورت فادي دي بروسس سويتشد مش الاسي اي اف ولا الفاست لا هي الاجابة الى سي تعالوا نشوف بقى تلتاشر بقى السؤال الاخير طبعا انا في السكشن تاني يا جماعة انا هشرح الاسي اف ده باستفاضة اكتر تمام اا والفاست سويتشن طيب اه الديباج اي باكت لو انا مسلا عندي اكسس ديست اوكي وانا عايز اعمل ديباج على السطور اللي بتطابق الاكسس دي اوكي فانا الاكسس دي بديها رقم مسلا مية واحد يعني اكستندن فانا هعمل ديباج اي باكت سبيس مية واحد كده هيتطلع الباكت فقط اللي تطابق الاكسس ديست بسطور اا اا مية واحد بالسطور بتاعتها اوكي لكن عملت ديباج اي باكت اللي اشتغل على راوترات ساسكو في الريال اا وورلد تمام كده اا انا شخصيا انا تجي اتدخل ديباج اي باكت ياريت اا الناس اللي ايه اللي اشتغلت على الراوترات تقول لي ايه اللي حصل معاها يجي يدخل الدماج اي باكت ما يعرفش اساسا يدخل امر على الراوتر راوتر كده اي واضطر بقى اللي احنا ايهو واضطر انا بقى ان انا راستلا الراوتر تمام طيب انا هنا هعمل او كان يوزدين ااكسس ديست لسطيب اوكي ان انا ممكن اااااااااااااااا ازهد او окي اي باكت اااااااااااااااااااااااا طيب which method can you use in combination with the bug هو ده تمام كده يعتبر كده خلصنا ال13 سائل بتاع ال-access list ال-triple-p أنا يعتبر خلصت اول فيديو اول جسئية ال-access list to triple-p اتمنى تكون المحاضرة عجباتكم اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته